لكن تبقى ضربة البداية مقالي ومقاله كل واحد يبص في وراته الجملة الحقيقة للصديق العزيز سيف زاهر وانا ما عرفش ازاي الناس بتطالب بيها وما بتطبقهاش لانه يفترض انه قناة الاهلي من الطبيعة انها تكون مشغولة بالاهلي وبكل ما يخص النادي الاهلي مناقشة احواله ومناقشة اوضاعه الاحتفال ببطولات ومعالجة مشاكله الدفاع عن حقوقه كل دي امره طبيعي جدا يكون ان ده الاختصاص المباشر لقناة الاهلي ولهذا جعلت قناة الاهلي ولهذا كانت النوافذ الاعلامية والصحفية الخاصة بالجماعات الفئوية اذا كان حزب ليو جورنان فهو خاص بسياسة الحزب واللسان حال الحزب اذا كانت قناة او صحيفة لنادي او قناة لنادي فهي لسان حاله تتحدث باسمه تتناول مشاكله وتعالج كل قضاياه والدفع عن حقوقه اعتقد ده الف باق صحافة والف باق اعلام بسيط جدا لكن الحقيقة اذا كانت قناة الاهلي مشغولة بالاهلي فقناة الزمالك مشغولة ايضا بالاهلي الاهلي بيلعب مع بيرامدز محدش بيبص في ورائته كله بيبص في ورائة الاهلي ما ده اللي انا عادة كنت اقوله الاهلي الورقة التي ينشغل بها الجميع ما فيش حاجة تاني يعني انت طلع ورائة الاهلي من قناة الزمالك ماذا يتبقى يتبقى الاحداث الداخلية بتاعة نادي زمالك ورئيس النادي في مخاطباته لدمعته العمومية وده المفروض اللي يكون لا وده احداث يعني عايز اقول ظرفية مش مستمرة على طول فياريت كله واحد يبص في ورائة ده انت مش بس بتبص في ورائة تيه ده بتبص في ورائة تيه وتغشش غلط وتزور الكلام وتحرض وتقلب وانا ما شفتش حاجة كده بتسمي يجي موضوع اللي انت عايز تخصصه فقرة ده حاولك ايه اللي تقال في قناة الزمالك وايه اللي بتعامل بعد ما تم المصالح لماذا انقلب الموقف رأسا على العاقب هتفهم على طول يعني الاهل بيلعب مع بيرامينز وبيرامينز المنافس المباشر للاهل هو الوصيف في المسابقة تحدث اي اخطاء في الملعب مفهوم من يتحدث عنها ما سقوله بيرامينز ومفهوم جدا انه المشكلة تخص بيرامينز ويدافع عنها بيرامينز وانه يتكلموا عنها في القنوات العامة من الممكن بس لو قناة الاهل خصصة كل وقتها وكل مساحتها الزمانية وكل برامجها لتناول مشكلة بين الزمالك واي نادي اخر هتبقى قناة الاهل غلطانة ومتجاوزة الخط الطبيعي بتاعها لكن ايه فكرة ان قناة الزمالك يعني على رأي كل الناس بعد مباراة الاهل وبيرامينز الزمالك بيتمرن في السعودية وعنده مشاركة في البطولة العربية نتمنى له كممثل للقرى المصرية فيها التوفيق فيش كلمة سمعناه عن الفرق يعني يعني محدش فيه متكلم على سفر الفريق على اوضاع البطولة على القوة المنافسة على الجماهير المصرية على الفرص المتاحة على نظام التأهيل على حاجات كتيرة اوي فبطولة بقول لكم مؤكد ان النادي الاهل يتمنى لنادي الزمالك الشقيق الممثل للمبشر للقرى المصرية في البطولة كل التوفيق لكن ايه فكرة الحديث في اي مشاكل تخصه مباراة طرفها الاهل وخلاص يا ريت الموضوع موضوع حديث يا سيد زبراهيم ده انت بعد ما اتشرت صورة حسين الشعات رأي اعتذر وباس راس الشيبي والمفروض الموضوع خلص ايه الدعوة دعوة ضرورة تقديم بلاغ الى النائب العام بدأت من قناة نادي زمالك ده الشيبي لازم يروح يقدم بلاغا ويروح يشتاكل الاتحاد المغريبي ويروح والمجلس الام اه لا يعني يعني ده فا لا محكمة العد قاله جدا محكمة العد اه انت 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 متخيل ان ماتش بين زمالك وبرامد يقوم النادي لا يقول لا ايه ببرامد تروح بلاغ للنائب العام وعمل وعمل ويوم تتمسح لقطة المصالحة لتبدأ سلسلة من التصريحات في هذا الاتجاه ولازم المغربة انت حتناخش هذا موضوع بتفصيل لازم اه لازم المغربة ما يسكتوش وقبل كده لازم ان السودانيين ما يسكتوش ويصطدف نادي الهلال ومسؤوله نادي الهلال عشان تحرر بيانات الاساء والتطاول على النادي الاهلي كل التفاصيل ديتها جماعة الكل اللي تابعها والكل اللي شافها والكل فاكر البيان اللي اصدرته ادارة نادي الهلال بما الاشقاء السودانيين نفسهم اتدايقوا من اللي حصل واتدايقوا من مضامين هذا البيان وما فيه من اثاء والتعام وكل الناس عارفة تكتب امتى وتكتب فين وتكتب بخط مين وبفكر مين ومين اللي املاه وما حدش اتعرض ولسه لغاية دلوقتي بنقول كل واحد يبصف وراءته لكن كله بيبصف وراءة الاهلي مع الاعتذار للصديق العزيز سيفزان اشتركوا في القناة